أطلق صباح اليوم بمدينة أبشا لامين العام لإقليم وداية البداية الرسمية للنشاطات القفلة الطبية التي نظمت من قبل مؤسسة القلب الكبير كان ذلك بحضور قنص الجمهورية السودان بأبشا ومسيلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداية سيدة شمس الهدى بكر كداده تقرير محمد اسمان بشير المادثاني توافد كبير لمرضى العيون في المستشفى الإقليمي لمدينة أبشا من أجل الحصول على الإعلاجات اللازمة المجانية خلال اليوم الأول من أيام الغافلة الطبية لعلاج مرضى العيون التي نظمت من قبل مؤسسة القلب الكبير بمشاركة عدد من الأطباء السودانيين غافلة تأتي تحت توجهات سديدة من قبل سيدة البلاد الأولى وصاحبة القلب الكبير هندد بيتنو تحت إشراف كامل من قبل وزارة الصحة العامة هذه الغافلة الطبية وكما جاء في الكلمة التي قدمت من قبل ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداية شمس الهدى بكر كداده بأنها مجانية من أجل علاج المرضى الذين ليس لهم الإمكانيات اللازمة لتلقي العلاجات قنص الجمهورية السودان لدى البلاد أكد بأن مشاركة أطباء مختصين سودانيين في هذه الغافلة تجسد حسن العلاقات بين البلدين الذي يقوم على أساس تلك التوجيحات السديدة لقادة البلدين عمر حسن أحمد البشير وإدريس جبي إتنو الأمين العام لإقليم وداية أبا سارة دينغار أكد بأن السلطة الإقليمية مستعدة لتقديم كل ما يمكن لإنجاه هذا المخيم الطبي الذي يقيم من قبل مؤسسة القلب الكبير ضمن سلسلة من خدماتها الإنسانية والمجتمعية مؤسسة القلب الكبير التي وضعت شعارا لمختلف خدماتها الإنسانية والاجتماعية تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية وضعت أيضا برنامجا كاملا من أجل أن يتواصل هذا المخيم الطبي لعشرة أيام كاملة وقعت يوم أمس اتفاقية تعاون بين البنك دول إفريقيا المركزية وجامعة أنجمينة وتنصر اتفاقية على دعم البنك للجامعة في مجالات البحث العلمي والتدريب تقرير عز الدين الأمين نصر انطلاقا من حرصه على تنمية كافة الكطاعات بما فيها التعليم العلي وتنمية الموارد البشرية وتطويرها بوصفها أساس التنمية الشاملة من هذا المبدأ دأب بنك دول إفريقيا المركزية وإدارة جامعة أنجمينة إلى توقيع اتفاقية تعاون تقضي بدعم البنك للجامعة في مجالات البحث العلمي وتدريب الباحثين رئيس جامعة أنجمينة البروفيسور محمد بركة وعلى هامش فعاليات حفل التوقيع قدم كلمة ترحيبية ثمن فيها دور البنك وأثنى على التعاون الموقع بين الجامعة والبنك خصوصا دعم مجال البحث العلمي وتدريب الباحثين بالجامعة وقال إن هذه الاتفاقية تعكس نهج البنك في تنمية الطاقة البشرية على غرار القطاعات الأخرى محافظ بنك دول أفريقيا المركزية عباس محمد تولي خلال تراؤسه لحفل التوقيع وفي مستهل كلمته عرض تاريخ البنك ومراحله ومسؤولياته اتجاه التنمية المجتمعية وعرض كذلك فروع البنك في الدول الأعضاء حيث أن المقر الرئيس للبنك تحتضنه العاصمة الكامرونية يوندي وخلال فقرة نقاش مع طلبة جامعة جمينة رد عباس تولي على سؤال طرح له عن رؤية البنك ومشاريعه مطلع العام 2018 حتى العام 2022 قال المحافظ إن البنك هدفه الأساس خلال العامين المقبلين إنهاء الأزمة الاقتصادية داخل منظومة البياسي خصوصا شات منهكة الخزينة والعمل كذلك على تقوية عملة الفرنكسفا هذا وأن هذه الاتفاقية وقعت انطلاقا من دور البنك المحوري في دعم كافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي ومجالات البحث العلمي فيه أزل ستاره على فعاليات اليوم العالمي للغة العربية والتي نظمته كلية الأداب والعلام والفنون بجامعة الملك فيصل ترأس المناسبة الختامية لعمل العام لجامعة الملك فيصل تقرير عيشة أحمد دوكي الفصاحة في الحديث والتخاطب بلغات وكلمات تتراسل عن طريقها فهم المعاني وتوصيل المعلومات لشخص آخر بلغة سحلة وواضحة جعل الشعوب تهيي وتحتفي بالأيام العالمية للغات فلجنة الآفاق بكلية الآداب والإعلام والفنون بجامعة الملك فيصل أقامت حفل اختتام فعاليات اليوم العالمي للغة العربية حيث توالت خلالها كلمات عدة من قبل رئيس لجنة الآفاق وأمين شؤون الطلاب والتي جمعت فيها ما تمتاز بها اللغة العربية أن غيرها من اللغات ومكانتها في المحافلة الدولية وما تحتويها من مفردات ومعاني بدوره عميد كلية الآداب والإعلام والفنون بجامعة الملك فيصل أحمد الرفاعي أشار بأن البلاد تضوم العديد من المثقفين باللغة العربية مما جعل السلطات العليا تتجاوب معها أما الأمين العام لجامعة الملك فيصل أب بكر ولرمدو تحدث عن الحوية الأساسية للغة العربية والتوازن الذي أنشأته علما بأن البلاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في كل عام مصحوبة معها فقرات وأنشطة ثقافية مختلفة علميا أيضا أقام صباح اليوم معهد البترول بما هو مناسبة علمية لمناقشة مجموعة من الطلاب الخريجين في مختلف الماضي والبحث العلمية في مجال البترول في تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن يلعب النفط دورا مهما في الاقتصاد الوطني للبلاد بجانب الزراعة والثروة الحيوانية ومنذ العام 2005 شرعت الحكومة عبر وزارة التعليم العالي ووزارة البترول بتأسيس محهد البترول بمدينة ماو حاضرة إقليم كانمة لأجل تأهيل وتدريب وخلق كوادر وفنيين ومهندسين في مختلف المجالات العلمية المتعلقة بالنفط وعلى هذا الأساس فقد خرج المحهد منذ تأسيسه عدة دفعات وهذه الدفعة جاءت تكملة للدفعات السابقة وقد عكفت لجان التحكيم خلال المناقشة إلى دراسة كافة البحوث العلمية والأكاديمية للطلاب بعد إبداء التوصيات والملاحظات فقد أعلنت اللجان المختصة نتائج الطلاب وعقب التخرج فقد أعربا بعض الطلاب عن فرحتهم من جهته مدير المعهد هو الآخر تحدثا عن مسيرة المعهد ويبقى أن نشير بأن المناقشات العلمية وبحوث التخرج لهذه الدفعات تستمر حتى ثلاثة أيام قادمة سياسيا ترأس صباح اليوم رئيس حزب الفيدرالية من أجل الجمهورية يورينغال قرنجي بالمتحف الوطني ترأس أمال المؤتمر العام حزب الفيدرالية من أجل الجمهورية وسط حضور كبير من مناضلي ومناضلات الحزب تقرير زميل أبض الله إبراهيم وقراءة آدم محمد شرفدي انتلقت عمال المؤتمر العام العادي لحزب السياسي الحركة الفيدرالية من أجل الجمهورية المعروفة اختصارا بفارة لرئيسها يورينغال تحت شعار تقوية الحزب لترسيخ مبادئه ويناقش المشاركون عصناع المؤتمر قضايا عدة تحمل جوانب الاجتماعية والحزبية والمالية وخلال المؤتمر استمع المشاركون إلى مداخلات عدة من قبل المناضلين جلها تنصب في تقوية مكتصفات سياسة الحزب وتماحد التريق الموصلة إلى الأحداث المقررة مستقبليا من جانبه الرئيس المؤسس للحزب الحركة الفيدرالية من أجل الجمهورية يورونغار قرلاجي تطرق في حديثه إلى نقاد التي بها الصعوبات والتحديات المتمثلة عمام الحزب كما سرد تاريخ تعسيس الحركة أيضا ودور الحزب في مواضي وقضايا تحمل وطن والعزم الاقتصادية التي نتج بفئل التطورات الدولية وننوح إلى أن هذا المؤتمر ينهي أعماله يوم غد الجمعة إذن بعد التقرير حول المؤتمر العام لحزب فار نصل أياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الراصمة أنجميل نشكركم على طلب الانتباه والمتابعة حتى نلقاكم دمتم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر